موسيقى ماكروه ينتقم من تبون والجزائر على عتبة الإفلاس وشنغريحا يحتفل مع البريكس إذن سنبدأ بالموضوع الأول ماكروه ينتقم من تبون الكثيرون سيقولون كيف أن ماكروه ينتقم من تبون ولماذا ينتقم من تبون وكانت بنتهم أيام العسل دوزوها وذلك سبع يام الباكر واش سالته ولا مازال لا يمكن أن نعتبرها سالات شفنا ذلك الزيارة ماكروه من جزائر وإستقبال المحافاة واللي قام به تبونه وشنغريحا للرئيس ماكروه الحكومة وشفنا لقاء دي الرجلين علىها مش قمة السبع الأكثر تصنعا في العالم في إيطاليا وذلك الاقتبادل القبولات يعني كيفاش أن ماكروه بين عشياتهم ودوحاق سينقلب على هذا التبون وينتقم منه وإن كان يعني ماكروه في السابق أكثر من مرة في خارجات وندوات يعني وبخ الجزائر والجزائريين والرئيس ديال دولة الجزائر وقد ذكروا ذاك اللقاء دياله مع ذاك الحركيين في فرنسا شنو قال على الجزائر وشنو قال على تبون كيعتبره رئيس ضعيف رهينة عند جنرالات العسكر كأنه يعني يعني ماكروه لا حول له ولا قوة المهم واعتبر الجزائر ماشي أمه ماشي دوله ماشي دولة الجزائر وكانت فتا واحد نقاش حول الداكرة وكتاب التاريخ بشكل مشترك جابونا ذاك صاحب ذاك اللي كان مستشار ديال تبون صاحب نظرية الأقلاق المجاهد قال لك هو و بن يامين ستورا هذا اليهودي الفرنسي غادي بحثو في الداكرة سوف يعيدونا كتابة التاريخ ديال البلدين المهم ماكرو بطبيعة الحال محنا نقولوا بقى شهد نظام دورة العسكر حسب عقولهم يعني ماكرو را خبيت ماكرو را تعلم يعني يعني عرف بأن نقطة ضعف ديال نظام دورة العسكر بقى كيلعب لهم على ذاك النوقات الضعف ديالهم بقى كيلعب لهم بقى كيلعب لهم أسعار الغاز مرتفعة ومرتفعة جدا لذلك يأخذ الغاز بجد ريال ويعودوا يبيعوه وفرد سبتا كالحاد استفادت واحد استفادة ما بعدها استفادة من سياسات ديالهم ومن طريق التعامل ديالهم مع هاد نظام دورة العسكر وكيف لا على جزائر هي الصناعات أو بالأحرى فرنسا هي اللي خلقات هاد الكيين اللي يسمونه الجزائر كتبك حالي كتعرف الخابايا دياله كتعرف نوقع كتعرف وقتش تدعبوه وقتش تلعبوه تتحكم في سلوكاته وقتش تلجموه أيضا بعد المعنى هذا أيضا من بعد الأطراف الفرنسي بمغربية الصحراء تبون تيق راسد تبون بأنه دول أقارة بأنه عنده وزن بأنه تيق ذلك الكلام اللي كانوا يرددوه بشكل يومي على وسائل إعلام دولة العسكر بعد ما اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء واعتبرت بأن الحكم الداتي هو الشكل الوحيد من أجل انتهاء من هذا الصراع المفتعل حول الأقريب الجنوبين المغربية خرج تبهون وخصوصا يوم 17 أكتوبر واحد العيد وطني عندهم دي المهاجر يمكنك احتفلوك بالمهاجر المهمة منها هو ذلك الخطاب المكتوب اللي قرئه باسم تبون كي يطالب فيه فرنسا بالاعتدار وبالاعتراف يعني الاعتراف بالجرائم التي انتكبتها فرنسا ومتابعة لها الاعتدار عن تلك الجرائم والاعتراف والاعتدار كتعرفوا شنية تبعاتي له أقلها تقديم تعويضات ربما بمئات الملايين من الدولارات اللي لم تكن الملايين للضحية دي لدك ما يسميه نظام دولة العسكر بإبادة الجزائريين المهم ماكرون قسم عرسو ده كي يقول كينتبق المثال المثال الذي ينتفق على تبون هو علمناه الرماية فلما تعلمه رماني تبون ضحكنا معاه وبغي يجروا لنا بمعنى آخر هالدولة العسكر عملناها بالحسنة استجبلنا لها البعض النزوات دي لها لأن ماكرون كان يستجيب للنزوات تبون مكرها احنا شفنا تلك الجفاء اللي دخلت فيه العلاقات المغربية الفرنسية لسنوات هذه السنوات دي لجمود تقريبا شفنا اعلام الفرنسي كيف هاجم المغرب كيف افتع على هذه القصة دي لبيغاسوس وكيف ان تورد اعلاميون فرنسيون من اصول مغربية داخل قنوات فرنسية فرنسية وإلى خلاق هناك متردت ايضا الفرنسيين من اصول مغربية اللي كيشتغلوا في الحقل الديني اما وشفنا كيف ان فرنسا درت قيود على منحة شيرة للمغرب وكانت واحد مجموعة لديل العوامل لديل ضغوط على المغرب وكانت تبون وشنجريحة فرحانيين في هذه اللحظة يعني ما مقدهم مش الدنيا تغمرهم السعادة وتقف واحد لحظة بان عندهم وزن عندهم حيبة وعندهم مواقيف وعندهم دور وتقف بانه قوة ضاربة بانهم دولة قهرة بانهم اصبحوا دولة مؤترة ذو كياتر فرنسا ومراك اضنوا اضنوا انا ذاك بان را فرنسا قامت بما قامت به خوفا من الجزائر ونظام دولة العسكر في الجزائر بقى الوضع هكذا هذي كانت ايام العسل سبع ايام لباكور ما بين ماكرون وتبون الى استفق ماكرون على الحقيقة وهذا بضغط من واحد جهات متعددة داخل الدولة الفرنسية النخبة السياسية النخبة التقافية الدولة العامقة رجال الاقتصاد الكل ضغط على ماكرون قال له ما فيق مسير البرزيدن قصك تفيق دسمتو المغرب ونحن راقدين في الجهة الخطأ من التاريخ فماكرون راجع نفسه وبطبع الحال ما ننساوش الدور الدبلوماسية المغربية ما ننساوش الدور دي العائلة المغربية ونحن الساديس اللي قالها صراحة تنوح تنوح مقطع العروف ووجه رسالة واضحة لفرنسا ما فيها لا لبس ولا غموض ما فد الرسالة أن المغرب لم يعد يقبل بالمواقف الرمادية يا إما أنت مع المغرب يا إما أنت ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية رسالة وصلة الماكرون والمغرب قصامد صامد ومتشبت بمواقفه لا يتزح bounty إلى أن جاء الاعتراف الفرنسي بالمغربية الصحراء هذا الاعتراف الفرنسي بالمغربية الصحراء بالطبع بالحال أول من احتج الاعتراف في الفرنسي بالمغربية الصحراء يا دولة الأسكر يا دولة الأسكر اللي كالدعي بأنه لا علاقة لها به الصراع هي فقط مرقب هي أول من احتج على هذا الموقف الفرنسي الجديد وخرج كيف ذكرت تبور بدك الخطاب ديال 17 أكتوبر ديال يوم المهاجر وبدك يهدد فرنسا كيهدد ماكرون بدأ يطالب الاعتراف وبالاعتدار عن ذلك الجرائم التي نسبت إلى فرنسا إبن الاستعمار للجزائر وبدأ تبور أكتر من ذلك بدك يهدد فمو بتتكلم حتى على هذه التجارب النووية اللي دارت ود النموس وبدك يتكلم على الضحايا وبدك يتكلم على اللي هم بأعداد كبيرة وبأن لسا ديال الضحايا بقى لم تغلاقوا وبين آتار هذه التجارب النووية الفرنسية في الجزائر نتائج ديالة باقة كتبان على الساكنة على الدواب على البيئة كم بدأ تبور طبعا بالحال جبديك الأسطوانة لكل مرة الجزائر حين تكون غاضبة من فرنسا كتلجأ لهذا الخطاب هذا الخطاب ديال التهديد لفرنسا طبعا بالحال ماكرون الدولة العميقة الفرنسية قبل ما دروه خطوة الاعتراف بمغربية الصحراء قال الناس كيحسبوه كل النتائج ووضعوه كل التوقعات وحطوه على الطابلات السيناريو هاد الرد الممكن لنظام دولة العسكر هادو الناس ما يخطوش قرارات هكذا دولة العسكر دولة الدولة الدكتاتورية التوطاليتارية الرئيس كيفيق الصباح قبل ما كيفتر كيبالو شي قرار كيعلنه لعبوحده أو بحال بعد الدول الافريقية ماشي منذ سنوات محتد الدول الافريقية أو صباحات اليوم يضربوا بهال مثال في المجالات الديموقراطية دول الافريقية في واحد الزمان كان لفاق الصباح كي لفاق بكري كي ياخد الحكم كان ينقالب على الرئيس الذي يصبح الناس يقالبوا عليه فقط لأنهم فاقوا شوية قبل منهم ف نظام دورة العسكر ضمن هاد المرة بأنه رح ممكن يؤثر على ماكرو أو يستقبل ماكرو أو يضغط على ماكرو وجبد هاد الملف من جديد لكن الدولة الفرنسية وماكرون كانوا مجدين لجواب والجواب الذي أخرص نظام دورة العسكر فمجرد نظام دورة العسكر موصلوا هاد الخبار وكأن تبون وشنغريح على رؤوس يمطير ما بقاش نظام دورة العسكر كيتكلم ولا كيتنفس ولا كيتطلع للنفس أصلا شنو هاد الانتقام ديال ماكرو اللي بدتك تباد البوادير الأولى دياله ها انتقام ماكرو من تبون البوادير الأولى دياله هاد الانتقام وقرار فرنسا تسليم المملكة المغربية الزياد من جوجة المليون وخمسمائة ألف وثيقة من الأرشيف من الأرشيف الفرنسي يعني فرنسا ستسلم المغرب جوجة المليون وخمسمائة ألف وثيقة من الأرشيف الفرنسي هذه الرسالة كانت ملغومة وموجهة للنظام دولة العسكر وكان أعتبر أن هذه أول إجراء في ذلك سلسلة الإجراءات الانتقامية من نظام دولة العسكر هذه فرنسا وما أدري كما فرنساية نظام دولة العسكر لذلك يرى جنرالات نظام دولة العسكر يرى قبلة لهم لذلك يرى جنرالات العسكر والإليزي هو مكة لهم المسلمون قبلتنا الكعبة المشرفة ووجهتنا مكة المكرمة بينما جنرالات نظام دولة العسكر بمجهة لهم هي بارز المكرمة ومحجوم هو الإليزي المشرف فرنسا تعلموا هذا جيدا وقالت لتبون بغيتي الاعتراف وبغيتي الاعتدار أنا غاد نفتح لك الأرشيفية تبون ويجنرالات نظام دولة العسكر ففرنسا قررت منح المغريب جوجد المليون وخمسمائة ألف وثيقة من الأرشيف الفرنسي ولكم أن تتصوروا القيمة لهذه الوثائق التي كانت إلى وقت قريب محاطة بالسرية ستدخل المغريب وستفتح في وجه الباحثين والمتخصصين والأكاديميين وطبع الحال الصحفاء والمجتمع المدني هذه الوثائق وطبع الحال ستغطي مجالات كثيرة فعلاقات المملكة بفرنسا وعبر حقاب تاريخية متبينة بقيم ما قالوا بالضبط كيف نوعية هذه الوثائق لم يتم إفصح لحد اليوم عن هذه النوعية هذه الوثائق وفي أي مجالات ولكن المتوقع وبشكل كبير أن ضمن هذه الوثائق لأن هذا رقم كبير وكبير جدا وجد المليون ونصف وثيقة هذا رقم ضخم وضخم جدا لكم أن تتصوروا هذا رقم خزان خزائن يعني باش ترتاب وتحتافظ وتخزن مثل هذه الوثائق أكيد أن وسط هذه الوثائق ستكون وثائق متعلقة بالصحراء الشرقية بالأراضي المحتلة عند نظام دورة العذكر اليوم أكيد أن هذه الوثائق ستكون ضمنها خرائط للمغرب كيف كان أكيد ضمن هذه الوثائق ستكون وثائق مرسلات بين قادة والجيش الفرنسي آنداغ بين سياسيين بين صنع القرار في فرنسا هناك مرسلات تاريف بشكل واضح بما تم سنة 1962 يعني الظروف المحيطة بقيام الجزائر في شكلها الحالي وأنا ما يهموني فهذا الوثائق هي الوثائق الفرنسية التي ستكون بمثابة أدلة بوتية على أن الصحراء الشرقية أرض مغربية وهذا قرار فرنسا الإفراج على هذا الوثائق من الأرشيف الفرنسي وتسليم المملكة المغربية أنا كنت نشوفه رد قوي على نظام دورة العسكر وخطوة أولى في طريق الانتقام من هذا النظام العسكري إذا تماد في غيه ومناوراته يعني وكأن فرنسا كتقول نظام دورة العسكر يغاد جمع بالعمية يغاد صدك تدرقو وشلي عندك يغاد جمع فمك وإلا غادين ندمك هذا هو لسان حال ماكرون تببونه يغاد جمعوا فمكم وندخلوا سوق جواكم ونفيد شوفوا مشاكلكم الداخلية ولا غادي ندمكم بمعنى آخر ونحن هاد الكلام قلنا أكثر من المرة قلنا لا أمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا الجمعية العامة من أمم المتحدة ولا اللجنة الربيعة ولا قوتيريس ولا عشر ألاف واحد بحال قوتيريس غادي حلو مشكلة السحر المغربية وكان قال هالحسن الثاني رحمة الله عليه منذ زمن بعيد قال لك هذا مشكل دي القوى العظمى مني غادي تقرر أنها تحلو وغا تحلو ما بغاد شا تدخلي الأمر كما هو إلى أن ياريت الله وأرضه ومنع لها أظن بأن فرنسا أخذت القرار دي الحل لهذه المشكلة لأن هذه المشكلة أو لا كيشكل الفرنسا والتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية صدح على الرحص في وقت أن هذه الدول عندهم إكرهات أهم وأكبر من أنهم يبقوا يشغلوا وقتهم وضيعوا جهد لهم فهذا الخلاف حول مغربية السحر إذن فرنسا عقدت العزم كالولايات المتحدة الأمريكية ككثير من الدول الأوروبية على طي هذا الملف وكنشوفه فرنسا وإسبانيا المستعمرة السابقة تفقتها على التلسيق من أجل إسرع بطي هذا الملف طي نهائيا وظن بأن فرنسا هي اللي كتعرف السيكولوجيا دي النظام دولة العسكر كتعرفوك يجي غيب العزة نظام دولة العسكر كيجي غيب بالهراوة ما كيجيش بالخاطر ها ما كيجيش بالإقناع ما كيجيش بالحوار ما كيجيش بالتفاوض لا كيجي غيبي لغات العصى لما نعصى وفرنسا طبعا رعين مستعمرة نظام دولة العسكر المية وثلاثين سنوة ومن أسرع درسين هذيك المنطقة انتربولوجيا درسينها جغرافيا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا تقافيا فكي عرفو كيفاش يروضو جنيرالات نظام دولة العسكر اللي في طبيعة الحال معظم هم صناعة ديلة الاستخبارات الفرنسية ايدا انا كنتشوف بان ماكرون بعد اي انتقيم من تبون وبداك يبين لتبون بان فرنسا لا يمزحوا معها وبان ماكرون رمش دك الحامل الوديع وكيفيق تبون وشنغريحا يقول لهم يجب ان تتصرفوا وفق حجمكم الحقيقي هذا ماكرون كيقول نظام دولة العسكر يجب ان تتصرفوا وفق حجمك الحقيقي هو انك دولة لا وزن لا هبة لا مواقف كما قال سيرجي لابروف حين تكلم على سبب عدم قبول الجزائر في مدامة البريكس اذا هذا خبر نزل على ندم دورة العسكر كالصاحقة خبر تسليم هذا الوثائق التمينة والتمينة جدا من الارشف الفرنسي الى المملكة المغربية وده كيد على ان المغرب بلد وازن بلد عنده مصداقية وغادي في الطريق الصحيح بينما الندم دورة العسكر يكتفي بالصراخي والعويل اشتركوا في القناة